بالرغم من النجومية والشهرة والفلوس وتقريبا في كل لقاء بتعمله الفنانة مية عز الدين بتنسئل السؤال ده متجوزتيش للغاية دلوقتي وردا على هذا السؤال في احد البرامج ردت الفنانة مية عز الدين وقالت مفهوم الراجل عندي مش حضن ودلع الراجل مش بالكلام الراجل اللي يقدر يفتح بيت واللي ياخد باله من الست اللي معي والناس الست تكون مبسوطة معي وعلى قد ما تكون الست مبسوطة ده يزبط انك راجل راجل عارف تحتويها الفنانة مية عز الدين كشفت عن تفاصيل ازمة والدتها الصحية وان والدتها كانت بتعاني من مشاكل في الكولة منذ عدة سنوات وبدأت امها في رحلة جديدة من العلاج وهو غسيل الكولة بشكل منتظم ودوري عقدت الفنانة مية عز الدين على مصرحي الزواج الستنوعي واللي حاولت بقدر الامكان وهي في ظروف مرض والدتها انها تكون في المصرحية والتزمت بتفاصيل المصرحية سيدة المستشعر تورك الشيخ وقف معها وقدموا لها كل الدعم وهيئة الترفيه حتى تتجاوز هذه المحنة وتقدر انها تحضر للمصرحية تصدر اسم الفنانة مية عز الدين محركات البحث خلال اليومين الماضيين وتصدر التريند والجمهور بيتسائل حول حقيقة زواجها وذلك بعد مشاركتها في مصرحية زواج اصطنوعي التي عرضت في البوليفار على مصرح البوليفار في الرياض السعودية وزهرت مية عز الدين بفستان زفاف ضمن احداث المصرحية تجسد شخصية شروق اللي بتتعرض لازمة في ليلة زفافها فتلجأ لخبير علاقات عاطفية يجري لها تجربة حديثة مع زواجها وواسطة الزكاء الاصطنوعي تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بالكامل ويشاركها المصرحية الفنان بيومي فقاد والفنان محمد انور والفنان مصطفى غريب ودائما تظهر اشعات على ارتباط الفنانة مية عز الدين زي الاشعة اللي ظهرت على ارتباطها بالفنان احمد صلاح السعدني ومن جانبه نفى الفنان احمد السعدني هذه الاشعة وصرحت الفنانة مية عز الدين ان هي مش هترتبط الا عن حب وان هي بتقدم لها عرسان كتير من الوسط وخارج الوسط وان الزواج اسمه ونصيبه لسه مجاش نصيبها وبالرغم مشاركة الفنانة مية عز الدين الفنان بيومي فقاد في مسرحية زواج اصطنوعي الا انها ملتزمة الصمت بالرغم من ازمة الفنان بيومي فقاد